أعود لكم مشاهدين الكرام في ليال الكويت و لقاء حصري و اليوم أول مرة في لقاءة الفيزيونية معالي وزير الأشغال المهندس عبد الرحمن المطوع حياك الله مع الوزير حياكم الله شرفنا اليوم بوجودك ويانا نحن تشرفنا أكثر سلمك بالبداية تسمح لنا نسوي لقاء عادي ولا نستجوبك؟ هذا لقاء حار حار ساخن سويا نحن نوقف معك مع صورة حصرية مع مخرجنا إبراهيم إذا تكرمت مع مال وزير هذه الصورة يبهل أستاذ قاسم ويقول من 40 سنة ما ندري يعني كبرتني شوية 40 سنة بس يعني قريب من 40 سنة بس ما أدري أين لقاها أبو عمر من اللي وياك بالصورة مع الوزير؟ والله اللي بالصورة معي زمله زميل يعني الأخ أنور سلامة وليما الأخ عيسى خدادة بعدين أنا صورتي بعدين محمد الأستاذ نوجه لهم تحية طبعاً عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت نبي ندش إحنا في حوارنا ونتكلم في مواضيع أكيد حقيبة وزارة الأشغال تحمل في جعبتها الكثير وكثير من المشاريع الضخمة بداية مطار الكويت بسم الله الرحمن الرحيم يعني مطار الكويت بحمد الله يعني بدأنا العمل فيه يمكن بدأنا في 26 ديسمبر بدأ العمل الفعلي في المطار طبعاً المشروع وقع عقدة وفترة الإنجاز حوالي 6 سنوات في كلام الآن إحنا يعني حوار إن شاء الله نبدأ قريباً مع الجهات المنفذة للتسريع في فترة الإنجاز وهذا أنا أتوقع حدف لأن المطار أمر حيوي صحيح أن الفترة التعاقدية 6 سنوات بس في توجه لنا أن نضغط ونقلل فترة الإنجاز قد الإمكان يعني إن شاء الله بيكون بالموعد المحدد يتم فستاحة بإذن الله بإذن الله أن نحاول أن يكون قبل الفترة المحددة بإذن الله نعم أيضاً من المشاريع الجميلة اللي موجودة خصوصاً في الطرقات حقيقة هذا شكر يقدم لكافة مؤسسات الدولة وزارة الأشغال المضمنها كافة الوزارات حقيقة لما شوف طريق الجهرة جمال عبد الناصر طرق وايد قاعد نشوفها مشاريع موجودة على الأرض الواقع طريق الجهرة أخلص ولا للحين وطريق الجهرة تقريباً نقول 95% يخلص نعم في أجزاء قليلة مننا ستنتهي خلال شهرين إلى ثلاث شهور طبعاً في جزء رئيسي اللي هو الربط من طريق الجهرة وشارع الغزالي هذا طبعاً ما رح يؤثر على السير رح يظل مفتوح لكن الربط هذا يساعد بعدين على ربط الجسر ربط شارع الجهرة بجسر جابر نعم عدل فبالتالي هذا الجزء رح يخلص نهاية 2018 2018 نهاية وأيضاً مع الوزير فيه مشاريع رح تخلص إن شاء الله بعد يعني كنت تكون حيوية بعد موجودة طبعاً طريق جمال عبد الناصر بعد إحنا انتهى جزء منك جزء كبير وافتتحنا الجزء وفيه أجزاء رح يفتتح في القريب العاجل كذلك أنا قرأت فيه 2017 فيه بعد شي إيه فيه خلال يعني السنة الجديدة رح يصير فيها بعض الأجزاء رح تفتتح بس المنطقة هذه كلها رح تكون في نهاية 2018 مفتوحة على بعض يعني رح يكون طريق الجهرة كامل جمال عبد الناصر كامل كذلك جسر جابر رح يكون منتهي فيكون المنطقة فيها انسيابية إن شاء الله تكون كاملة في هالفترة كاملة وموجودة ومتكاملة طبعا نحن حرصنا على الافتتاحات الجزئية أي جزء يخلص نفتتح عشان نترك يعني فرصة للناس استخدامها في هالفترة حلو الإجراءات من خلال المشاريع هذه الحيوية التي تخدم المواطن وتخدم أيضا الوطن الجراءات بتعاملكم وتعاونكم مع بقية وزارة هل يعطل هذه المشاريع بصراحة طبعا الجراءات ما تعطل المشاريع يعني هناك تعاون بيننا وبين الجهات كلها في الدولة بس هي تغريبا في فترات معينة تاخذ التصاميم وتراخيصها تاخذ فترات طويلة طبعا وهذا شيء طبيعي طرح المشروع وترسيته وأخذ الموافقات عليه وتوقيع العقد هذا لازم تمر في إجراءات معينة وفي دورة معينة بس إذا خطت لها يعني يعني جيدا تقدر تتلافاها لذلك كل ما بديت أنت تخطيطك يعني مبتشر وكل ما حطيت هذا في خطتك كل ما قدرت تتخلص مشاريعك في الوقت المفروض تتخلص إحنا يمكن الفترة السابقة تأخرت وزارة الأشغال في طبعا في طرح المشاريع وفي تنفيذها لذلك تأخر الاستفادة منها بس الآن إحنا إن شاء الله مع سرعة طرح المشاريع مع سرعة التنفيذ وانتلافا بعض التأخيرات اللي قاعد تصير قواكم الله مع الوزير أكيد قاعد نشوف إحنا يعني حتى المشاريع على الصعيد الشخصي كمواطنين قاعد يستخدمون هذه الطرق اللي تم ابتتاحها من قبل أو تحت إشراف وزارة الأشغال في قضية مع الوزير تؤرق حقيقة هاجس الشعب الكويتي وهو الحصى المتطائر ماذا عن هذا الموضوع والله هذه الحصى المتطائر حقيقة يؤرقنا حتى إحنا في وزارة الأشغال أو على الأخص أنا يؤرقني الموضوع إحنا اليوم نحل المشكلة في عندنا خطة قاعدنا مع أركان الوزارة في أكثر من اجتماعات مطولة وضعنا خطة معينة لمعالجة كل طرق الكويت الخطة يعني راح تكون يعني مصنفة صنفة طرق الكويت إلى ثلاث أنواع من الطرق طرق يعني جيدة وطرق بحاجة إلى صيانة يعني وطرق سيئة جدا سيئة جدا خطتنا راح تكون بداية في الطرق السيئة جدا بعدين طرق لأقل سوءا بعدين نغطي وهالشكل راح نغطي كل طرق الكويت سوينا الخطة بالكامل بانتظار كذلك عرضها على لجنة المرافق في مجلس الأمة لأنه كان طلب مناقشتها وإن شاء الله بتعاون وزارة المالية معنا يعني يعني الآن في تواصل معهم حتى تقرر الميزانيات المطلوبة ويبدأ بالعمل طبعا هذه المشكلة أكثر من سبب لها سبب راح نحاول تلافي كل الأسباب لهذا الموضوع في المشاريع القادمة فبالتالي قاعد يعني نشترط أبرز هذه الأسباب مع الوزير يعني أسباب اللي قاعد تلافاها اللي هي تشديد الرقابة على التنفيذ تشديد الرقابة على مصانع الأسفلت الإنتاج وقت الخلط تأكد من جودة المادة البيتومين المستخدمة تعديل العقود بحيث يكون فترة الضمان تزيد من خمس إلى سبع سنوات بحيث نضمن أن الجودة تكون أفضل من ما هو موجود حاليا هذا مع الوزير بعد همي أخر آلية العلاج لكن أنتم مضطرين على هذا طبعا هذه ما تأخر هذا يقع تمشي بالتوازي حلو مع الوزير يعني ذكرت يعني أنا بصراحة يعني عشان أكون مع صريح وشفاف أيضا أنا شفت معاليكم أيضا في تحركات لك لقاء مع رئيس مجلس الأمة سيد مجلوب الغانم في هذه القضية وأيضا ديوان المحاسبة فأنتم ماشيين في الإجراءات هذه بالنهاية النتيجة تكون على ثلاث مراحل الحالة السيئة جدا والحالة المتوسطة والحالة الأصلاحة قواكم الله مع الوزير دائما برنامج الكويت ما هو برنامج سياسي هنشخصية سياسية وأيضا أخ لكل مواطن كويتي ولكل مقيم نطلع من الجو هذا شوي نعم نروح حق دراستك قبل في أمريكا نعم كلمنا عن تجربتك والغربة والله التجربة في الغربة تسام حلو معك تجربة في الغربة جيدة يعني حقيقة فيها فيها خبرات يعني فيها الدراسة بالخارج يمكن خاصة بالفترات القديمة ومثل الحين يعني وسائل التواصل الموجودة كنا يعني تتعلم فيها الاعتماد عن نفس تعلم فيها النظام تعلم فيها الالتزام تعلم فيها يعني ما يكون يعني لازم تلتزم عشان تخلص تكون الكلمة اللي تعطيها تلتزم فيها طبعا وفيها يعني أشياء يعني حدثت فيه يعني غريبة جدا أثناء الفترة الدراسة مروا الواحد بظروف يعني شنو الظروف هذه ولا ظروف كثيرة بس يعني من بينها أذكر الأخ أنوار سلام اللي معانا مساعب الصورة كان عنده سيارة يعني شراها ذاك الوقت سنة احنا كنا سنة يعني شراها طراز سبعين السيارة احنا ما نقال لازم تقول لازم تقول لازم تقول كنا كنا 74 فشلت سيارة 70 دوج بولارة أذكرها للحين كانوا طلبوا الشباب يعني الكويتين يسمونها الكبت وكان الله يذكرها بالخير ويشفي أخونا ساعد البراك يعني يطنز على سيارتنا بغا يقعد بالسيارة يسوي شذي أنور يقول لازم سيارة ليس سيارة كان سيارات كبيرة فيها كل وقت وكنا نقعد فيها سبعة ما شاء الله الله يطيكم العافية في صورة فريق العداد خاش لنشوفها مع الوزير ما أعلم هي أيام الدراسة بعد هذا ما أيام الدراسة نعم أيام الدراسة مع الوزير أنت أي واحد بالضبط أنت لازم تخمن أكيد نظارة نظارة الجدام ما شاء الله كاشخة مع الوزير من أيام الشباب وغازلت ما شاء الله الله يحفظك هذي أين بالضبط هذي أول ما سافرنا كنا في ولاية ميساتشوستس في مدينة أعتقد مدينة صغيرة كان فيها مثل مدرسة تعلمنا فيها اللغة لمدة شهر وبعدين اتحقنا بالجام ما شاء الله عليكم ما تعلمت من الغربة غير الالتزام خصوصا الأصدقاء اللي أنت رافقتهم في المرحلة الدراسية هل لازلت متواصل معهم في الوقت الحاضر في بعض الأصدقاء ما زلت يعني الأخنور سلامة الموجود معي الدكتور أمير الحداد ما زال الدكتور في جامعة الكويت بينه وبين التواصل وفيه إخوة كثيرين أنا حتى في مجموعة كان لفترة قريبة جدا كان فيه لقاء يعملون في رمضان دائما نعم الأواخر يجمعونها بس آخر سنتين ما قدرت أنا شارك معهم لأن مسؤوليات وارتباطات لا يعني الموعد اللي يسعوون تكون أنت مثلا مرتبط فيه بس كان لقاء سنوي إذن المسؤولية الوزارة أخذتك من أصدقائك من أسرتك الكريمة والله نتعونا بالوزارة شهر بعد الشهر هذا بعد أيام الشهر هذا صح إذا الشهر هذا الشهر أخذنا مع الوزير أنت يعني مو بعيد أو غريب عن وزارة الأشغال أو المشاريع هذي كونك أنت أكاديمي في المعهد لهاي العامل التطبيقي لما كنت في المعهد شنو المشروع اللي كنت حسه تقول لو مسكت مسؤولية أو شيء معين في دولة الكويت مثلا حقيبة وزارة الأشغال شنو المشروع اللي كان ببالك تقدم وانت الآن على رأس الهرم في وزارة الأشغال والله أنا المشروع اللي يعني يستهويني الآن بس مو كوزير الأشغال أفضل أن أكون مدير مشروع هو مشروع المطار يعني مع الوزير يفضل أن يكون مدير مشروع المطار وليس وزير الأشغال لأن هذا النوع من المشاريع لا يتكرر تاريخي تاريخي تسوي مرة واحدة بالعمر وأعتقد أنه فيه خبرات رح تكون كبيرة لذلك أنا أحث الشباب الكويتي اللي في وزارة الأشغال أن هذا المشروع سيتعلم منه الكثير وهذه فرصة لأنه فيه مستشار عالمي فوستر على مستوى العالم معروف ومعه مجموعة من المستشارين العالميين نعم رح تكون خبرة كبيرة رح يكون تجربة ما تكرر اللي يتخل فيها فعلا رح يزيد مخزون الفني ما شاء الله بس حين المشروع كله كاملة كله تحت إشراف كنت طبعا فرق بين الإشراف وفرق بين معالجة المشروع يوميا بمشاكل وحل مشاكل الفنية إذا وجدت وعقد اجتماعات لأن تأتي المشاريع مثل الحجم لازم تحدث مشاكل بالتنسيق أي عمل يبدأ قبل الثاني كيف تسوي البرنامج هذه هي الخبرة اللي يعني تبدأ يبدأ فيها المهندس المبتدى إلى أن يصبح مدير مشروعين حلو كل وزير السياسة أو السياسة المعتادة كل وزير يستلم حقيبة وزارة يغير سياسة الوزير اللي سبقه المهندس عبد الرحمن الطوع فيه سياسة تغيرية لوزارة أنا مو مركز على تغيير السياسة يعني اللي هو تغيير الأشخاص أو تغيير السياسة أنا مركز على أهداف إحنا اليوم عندنا مشاكل معينة من الأشياء اللي مركز عليها إن كيف نسرع إنجاز المشاريع كيف نقل الأوامر التغييرية هذا مهم جدا تقليل الأوامر التغييرية المشاريع المتوقفة لازم ما يكون عندنا مشروع متوقف كل مشروع متوقف حيوي لابد نحيي مرة ثانية طبعا هذه البرامج طبعا فيه برامج أخرى اللي هو يعني ممكن هذا يابعد بهذا اللي هو يعني الآن العالم بدأ ينحو نحو المباني يسمونها المباني الخضرة الجريم بيلدينج اللي هو وضع مواصفات جديدة للمباني الخضرة اعتماد هذا المبدأ إنه يكون في المشاريع وتكثيره مع الأيام يعني هذه الحصة الطاقة المتجددة في المشاريع الحكومية ما شاء الله هذه كلها يعني أفكار يعني نحاول أن نزيد من جرعتها داخل الوزارة كذلك تبني اليوم في في مفاهيم جديدة بالتصميم نعم في اللي يسمونه البم اللي هو اللي هو هذا استخدام هذا البرنامج بالتصميم يحل كثير من المشاكل وقت التنفيذ بحيث أن المشروع كله بعدين كل المعلومات تطلع من خلال البرنامج هذا محسوبة كمياته بالضبط ما في خلاف عليها إذا في تعارض ما بين مخططات معينة يحلها لك هذا البرنامج فبالتالي يسهل من عملية بعدين فترة التنفيذ ويقلل من الأوامر التغييرية حلو مع الوزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن نطوع كل الشكر لك على وقتك وتواجدك معنا وشرفتنا الله يسلمك وحياكم الله وأنا سعيد أن اليوم أول لقاء لي مع تلفزيون الكويت نتشرف طالعا طبعا هذا كان لقاء حصري ولأول مرة لمعالي وزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن طوع نطلع فاصل وراجعي لكم أعظيف رائعين ومريزين